السلام عليكم مساكم الله بالخير متابعي الأعزاء بعد الجنابة ماذا يجب عليك أن تفعل يقوم هذا المقطع بإلقاء نظرة متأنية لما يحدث لأجسامنا بعد الجنابة وسأقوم بمناقشة هذا الأمر من ناحية علمية بحتة وهنا لا بد لي من مقدمة موجزة أتحدث بها عن لماذا الاغتسال من الجنابة يجد كثير من الناس مشقة في الاغتسال من الجنابة مما يدفعهم إلى التهاون به وتأخيره أو إهماله وفي ذلك ضرر كبير وهناك حكمة بالغة من هذا الشعور بالمشقة من الاغتسال حيث أن مجرد التفكير بالاغتسال أو الإعداد له يجبر الإنسان على الاعتدال بالعلاقة الجنسية ويحفظ بذلك قدرة الإنسان وحيويته لعمر مديد فقد قدر ما يصرفه الإنسان من عناصر حيوية في كل لقاء جنسي بحوالي نصف لتر من الدم الاغتسال من الجنابة لا يخلو من حكمة لمن أنصف وتأمل ونظر نظرة أعمق وهو من أنفع الأشياء للبدن والقلب والروح التي يجب عدم التهاون بها وإن البدن والقلب والروح تقوى بالاغتسال وأن الغسل يعيد للجسم ما فقد منه بخروج المني وهذا أمر يعرف بالحس وأيضا فإن العملية الجنسية توجب ثقلا وكسلا والغسل يحدث نشاطا وخفة ولهذا قال أحدهم لما اغتسل من الجنابة كأنما ألقيت عني حملا وهذا أمر يدركه كل ذي حس سليم ونظرة صحيحة ويعلم أن الاغتسال يعد من الأمور التي تلحق بالضروريات للبدن والقلب وهو ما أكد عليه الطب الحديث ويكفي شهادة الفطرة والعقل بحسنه وقد أكد العلم الحديث أنه عند قذف المني بأي سبب كان تحدث التغيرات التالية بجسم الإنسان أولها الشعور بفتور وارتخاء يعلل طبيا بوهن شديد في الجملة العصبية من خلال حدوث توسع في الأوعيات الدموية المحيطة مما يؤدي بصاحبه إلى فقدان قسط كبير من نشاطه العضلي والفكري ثانيها أن الجلد أثناء عملية القذف يفرز من خلال مساماته عرقا ذو تركيزا عال بسمومه ومع مرور الوقت يصبح ذا رائحة كريهة ويمكن أن يعود الجسم فيمتصه ويتأذى به كما وجد أن سبب آلام الظهر التي تشعر بها هو التأخير والتماهل عن الغسل من الجنابة حيث أن فقرات الظهر العظمية بينها سائل المخ المغلف بغضروف وهذا السائل يحتاج إلى تدفق الدم إليه وإذا أجنب الإنسان ولم يغتسل أو يتوضأ فورا فإن ذلك يؤدي لجفاف السائل وبالتالي إلى تآكل الغضروف المحيط به مما يؤدي إلى الضغط على فقرات الظهر العظمية ضغطا متواصلا مسببا الألم أسفل الظهر إن الاغتسال ينبه الشبكات العصبية الحسية لتوقظ الجهاز العصبي من سباته وليسترجع بذلك حيويته ونشاطه كما ينشط الدوران الدموية في الجسم وبالتالي ينشط تدفق الدم إلى المخ مما يؤدي إلى المحافظة على الغضروف سليما كما يعيد للجسم توازنه مما يشعرك بالبهجة والإنشراح والاغتسال إجراء طبي حاسم لتطهير الجلد ومساماته من السموم والإفرازات انتهت الحكاية شاركوها مع من تحبون ولا تنسونا من صالح دعائكم مع السلامة